السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الصف الثاني الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من منهج الكيمياء للصف الثاني توقفنا في الحلقة السابقة على بدايات الجدول الدوري الحديث وعرفنا أساس البناء بتاعه النهاردة إن شاء الله هنكمل وصف الجدول بالكامل وبالبلد كده هنفصص كل حتة فيه كل كلمة جات فيه كل تعليل كل تفسير وهنبدأ نتدرك فيه الخواص في الجدول الدوري نفتكر كده مع بعض إحنا وقفنا على إيه في الحلقة السابقة بداية إحنا وقفنا عن بناء الجدول وقلنا إن البناء كان بناء على التوزيع الإلكتروني هنا اكتشفنا عناصر الفئة S وبعدين استنتجنا عناصر الفئة D في المنتصف وبعدين عناصر الفئة B في يمين الجدول وقفنا لغاية كده وقلنا إن هنا دي كانت S1 هنا كانت S2 وهنا بدأت من أول الـ B1 وهنا بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 وانتهينا بـ B6 الفئة دي كانت بتبدأ معنا من الدورة الرابعة وقلنا إن هي بتحتل وسط الجدول ده كان بداية الـ D كانت هنا بتبدأ من الـ D1 وانتهت معنا في الحلقة السابقة لغاية D10 كان اللي فاضل معنا حاجة واحدة بس كان عناصر الفئة F بنسبة عن عناصر الفئة F دي تم فصلها أسفل الجدول لعدة أسباب أهموها للإطلاق تقليل عرض الجدول بمعنى إن عناصر الفئة S بتبدأ معنا من الدورة الـ 6 وبعدين الدورة السبعة لو تحطت في مكانها هيكون الجدول عريض جدا بالإضافة إن عناصر الفئة F لها خصائص مميزة لها طب عناصر الفئة F موجودة فين؟ تم فصلها أسفل الجدول بالشكل ده هنا عناصر الفئة اللي بتنتهي فيه الـ 4F هنا اللي بينتهي فيه الـ 5F سميت العناصر الموجودة في الـ 4F باسم اللنساني دات نسبة لعنصر اسمه لنسانم شمعنا سميناها بالاسم العنصر ده هنعرف إن شاء الله في خلال الحلقة هي لي تسمت باسم اللنساني دات والسلسلة الثانية اسمها الأكتيني دات نسبة لعنصر اسمه أكتيني وجميعها عناصر مشعة النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض نشتغل نشوف مع بعض عناصر الفئة S وعناصر الفئة B أهم حاجة فيهم إيه وأسماءهم إيه وليه سميت بالأسماء ديت عناصر الفئة D والفئة F هنتكلم معنهم بين التفصيل وهنشوف كويس قوي ليه سميت بعناصر انتقالية والأخرى سميت بعناصر انتقالية داخلية وهنشوف سبب كل حاجة بدايتنا النهاردة هنبدأ بعناصر الفئة S وعناصر الفئة B عناصر الفئة S وعناصر الفئة B تسمى باسم العناصر المثالي طب ليه سميت باسم العناصر المثالية الإجابة بتقول لأن لها تدرج منتظم في الخواص يعني يعني احنا لو جنبناها كده وخدنا مثلا جزء من الدورة التانية عشان نشرح حكاية العناصر المثالية وهنقول ان انا عندي مثلا البورون خمسة الكربون ستة الان سبعة الو تمانية الاف تسعة والان اي عشر كويس ايه حكاية تدرج الخواص لو انا اتكلمت على الخاصية مثلا ولتكن الحجم كسبيل مثال سي مثلا هقول البورون وان طب اللي بعدها وان بوينتو طب اللي بعدها وان بوينت فور اللي بعدها وان بوينت سيكس الفرق هنا زير بوينتو الفرق هنا زير بوينتو الفرق هنا زير بوينتو معنى كده ان فيه فرق منتظم في الخواص لما بتتدرج الصفات من اليسار لليمين ولذلك سمير باسم العناصر المثالية ده بنسبة لأول جزء عندنا طب العناصر المثالية لو رجعنا لها مرة تانية بتحتل يمين ويسار الجدو بمعنى ايه بمعنى حضرتك دلوقتي الفئة اس يسار الجدول مكونة من مجموعتين الفئة بي يمين الجدول مكونة من ست مجموعات طب العناصر دي لما نجي نتكلم عنها ونقول عشان ما يزعى عن بقية الجدول في ترقيم المجموعات بتاخد حرف ايه يبقى بدل اس ون هنقول ون ايه بدل اس تو هنقول تو ايه وهكذا طب عناصر الفئة بي هتبقى من اول سري ايه هتنتهي معانا لغاية سيبن ايه واضح؟ طيب ده بالنسبة لي عن عناصر المثالية ننتقل لوسط الجدول عندنا عناصر الفئة دي عناصر الفئة دي تبدأ من الدورة الربع وتسمى باسم الانتقالية هل عناصر الفئة دي بس؟ لا ما العناصر مين؟ الفئة دي والفئة اف تسمى باسم الانتقالية طب الدي بس تسمى رئيسي طب الاف بس تسمى داخلي وهنكتشف اثناء الشرح لسمية باس داخلي طب نمسك عناصر الفئة دي لوحدها ونتكلم معنا اولا عناصر الفئة دي تبدأ معنا من الدورة الرابعة صف اول تاني تالت رابع الصف ده وات 3D ده 4D ده 5D ده 6D دي الدورة الرابعة الدورة الخمسة الستة السبعة بالمنظر اللي قدامنا لما يجيني دلوقتي توزيع لأي عنصر ويقول لك مثلا هو في انهي صف فيهم هنوزعه سي مثلا هنقول ده لما يتوزع هايبقى ايه 4S2 3D1 يبقى اذا انتهى توزيعه في 3D1 يبقى العنصر ده موجود هنا اوكي طيب لو خدنا مثلا ال-AG فضع 47 لما ده يتوزع هنفاجأ بانتهى 4D9 يعني موجود هنا اميز ازاي ما ده عنصر انتقالي وده عنصر انتقال والاثنين عناصر انتقالية انتقالية رئيسية فليه تمييز سمية دي باسم السلسلة الاولى وسميت ال-4D باسم السلسلة الثانية وال-5D السلسلة السالسة وال-6D السلسلة الرابعة احنا عندنا السنة دي من اول هنا نغاية السلسة بس الرابعة ان شاء الله في صف السالس السنوي ده بالنسبة لعناصر الفئة دي وتحتل لوسط الجدول طب هنا تسمى باسم العناصر الانتقالية واحد يقول لك علل مش معنى اسمها عناصر انتقالية ليه في كذا رأي في موضوع عناصر انتقالية دي رقم واحد هذي العناصر اسنان تفاعلات الكيميائية بتنتقل من تكافؤ لاخر ولذلك سميت باسم العناصر انتقالية الحاجة التانية المستوى الفرعي دي الالكترونيات بتفقد منه تباعا مش مرة واحدة بمعنى انه لو فقد واحد يبقى مجاب واحد طب لو فقد اتنين مجاب اتنين يبقى ليها اكثر من تكافؤ بتنتقل من خلاله خلال التفاعلات في رأي تاني بيقول لا احنا لو رجعنا للشكل ده وحطناه قدامك بيقول ان العناصر الانتقالية سميت بهذا الاسم لانك بتنتقل من يسار الجدول الى يمين الجدول في جميع الحالات معاك السببين ده بالنسبة للعناصر الانتقالية ننتقل لجزء الاهم وهو العناصر الانتقالية الداخلية ودي عناصر الفئة F ودي ليها شغل الوحدة خالص رقم واحد العناصر الفئة F تسمى بالعناصر الانتقالية الداخلية ادي اول سؤال علم ليه سمية الداخلية رقم اتنين ليها استثناءات في التوزيع بتاعها يجب ان احنا نخلي بالنا منها كويس قوي اسداء التوزيع ازاي ده اللي هنشوفه مع بعض نبدأ الاول بالاستثناء في التوزيع مثلا احنا اتكلمنا الحالات السابقة قلنا عن عندي وان اس 2 اس 2 ب وبعدين سري اس سري ب سري د فور اس فور ب فور د فور اف فايف اس فايف ب فايف د فايف اف 6 اس 6 ب 6 د وبعدين 7 اس 7 ب ده كانت البلدنج اب بتاعنا او مبدأ البناء التصعود طب لما ناخد عنصر في الفئة اف وحبينا نوزعه وتوزيعه هينتهي في الاف دي يا ترى هنشتغل ازاي احنا مشينا المرة اللي فاتت قلنا اس اس وبعدين بس بس ودبس دبس دبس اف دبس اف دب كان ده الهرم بتاعنا اللي اشتغلنا عليه هناخد مثلا العنصر وليكن العدد الزر دي 60 ونبدأ توزيعه هنمشي ازاي الاس هتاخد منك 2 الاس التانية 2 هنا 6 هنا 2 هنا 6 2 خلصة الفور اس هنرجع على السري دي هياخد 10 الفور بي هياخد 6 دي هتاخد 2 هترجع على الفور دي هياخد 10 6 2 كده بالزبط لو جمعناهم هيتلعوا 56 بالزبط فادل 4 الدور في التوزيع على الفور اف نعمل فيها ايه بنلاقي ان فيه الكترون بيتحط في الدي الاول يبقى 5 دي 1 يبقى فاضل كده 3 التلاتة هنا يبقى ازا الاستثناء او الاكسبشن في التوزيع في عناصر الفئة اف تخلي بالك من ان لو انتهى عندك التوزيع في الاف لازم الدي اللي بعدها بتاخد منك واحد والسبب فرقات في الطاقة مش علينا ان احنا نفسرها عليك واضح طب يعني اخر التوزيع او بنسميه غلاف التكافؤ بتاع العنصر ده هيبقى اخره ايه تعال كده نشوفه مع بعض بالمنظر اللي قدامك ده لغاية هنا انت ستة وخمسين يعني انت بتتكلم عن الزينون اربعة وخمسين وبعدين سيكس اسي تو بالترتيب فايف دي وان وبعدين هيبقى فور اف ثري طب لو خدنا عنصر واحد وستين مثلا ده هيبقى توزيعه ايه هنمشي زي اللي فات برضو نفس الحكاية خمسة اربعة وخمسين اللي هو الزينون وبعدين سيكس اسي تو فايف دي وان غزبا عنك والفور اف هتبقى فور طب عنصر اتنين وستين هيبقى نفس الكلام زينون ففتي فور سيكس اسي تو فايف دي وان فور اف فايف وهكذا لو انت تلاحظ ان هم كلهم اشتركوا في الجزئية دي سيكس اسي تو فايف دي وان سيكس اسي تو فايف دي وان والفور اف هي اللي بيتم فيها الامتلاء داخليا طب ده لو رسمناه مع بعض على المين انيرجي ليبلز بتاعتك على المستوات الرئيسية يا ترى هيبقى شكلها ايه نمسك اول واحد ونقول ادي النواة بتاعتك مستوى الاول تاني ثالث الرابع الخامس السادس السابع انت عندك ده ليبل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة احنا انتها توزيعنا ايه سيكس اسي تو فايف دي وان فور اف سري اوكي تعال نحطهم على الاساسي سيكس عندك ساب ليبل اس اللي هو المستوى الفرع اس فيه كم الكترون اتنين اهم طيب بعدها فايف اللي هي دي مال عندنا ساب ليبل لو المستوى الفرع دي ماله في واحد وبعدين فور الفور مال في الاف فيها كم فيها تلات ادي اول عنصر العنصر التاني كان سيكس اسي تو فايف دي وان فور اف فور لو احنا رسمناه زي اللي فوق يبقى دي النواة بتاعتك واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة طب سيكس اسي تو يبقى برضو نفس الحكاية هنا اس وعندها اتنين الكترو فايف دي وان فور اف كام اربعة وجميع العناصر اللي بعد كده نفس الشبه بتاعنا ده طب لو احنا بصينا كده هلاقي ان التشابه فيهم كبير اوي ليه العنصر لما بيجي يتفعل بيتفعل عن طريق الالكترونيات الخارجية في مستوى التكافأ فلو احنا بصينا على العنصرين دول كمثال هنفاجأ رقم واحد كلهم انت والسكس اسي تو طب السكس اسي تو يعني المستوى الخارجي عندك في اتنين بعدها طب خلصوا الاتنين في التفاعل هيخش على مين هيخش على الفايف دي وان خلص يبقى اذن جميع العناصر في هذه الحالة بتدي تكافؤات متشابه ازاي تعال نبص بعض مثلا هنا فقدنا الاتنين دول فقدنا الاتنين دول يبقى انت هنا الايون بتاعك موجب اتنين طب وده كمان هيبقى موجب اتنين فقدت ده كمان بقيت موجب ثلاث فقدت ده كمان موجب ثلاث ازن العناصر دي تتشابه في التفاعلات الكيميائية تماما وايضا في الحواص الفيزيائي طب الاف هنا هل هو مستوى خارجي في التفاعل ولا مستوى داخلي قدام عنينا هو داخلي ولذلك سميت هذه العناصر باسم الانتقالية الداخلية واضح طب ليه سميت باسم اللنساني دات اللنساني دات جت من عنصر اسمه اللنسانم واللنسانم اصلا مش من العناصر الانتقالية الداخلية طب اللنسانم ده كام سبعة وخمسين لو توزع هيبقى زين 54 6 S 2 و 5 D 1 يعني بيتشبه مع العناصر الانتقالية الداخلية في الجزئية دي او بمعنى صح هي اللي بتتشبه معها في الجزئية دي ولذلك سميت جميع العناصر باسم اللنساني دات نسبة الا اللنسانم تتشبه معه في الخواص ويتتبع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4F داخليا يبدأ من 1 لغاية 14 ده بالنسبة ليه السلسلة الاولى اللي هي الانساني دات وده يتتبع فيها الفور F طب السلسلة التانية اسمها ايه الاكتيني دات نفس الكلام ولكن باختلاف اعداد الكم الرئيسي ازاي تعال نشوف الاكتيني دات هتشتغل معانا ازاي هناخد عنصر مثلا يكون كبير شوية ولياكل مثلا اليورانيو 92 اليورانيو 92 دوت لما نيجي نتعامل معاه هنقول ايه هيبقى ماشي معانا زي اللي فات بالزبط وهينتهي كام شنوفر في وقتنا 7S2 6D1 وهنا تبدأ ال5F تشتغل معاك هتبدأ تبنى من 1 لغاية 14 طب لو كان فيها 1 هيبقى 7S2 6D1 5F مثلا طب بعده هيبقى 7S2 6D1 5F 2 اللي بعده نفس الحكاية يعني هنا نفس الاكسبشن بتاعك نفس الاستثناء او نفس الاستثناء طب احنا لو رسمنا ده بالطريقة اللي فاتت هيبقى نفس الحكاية ازاي ادي نور بتاعتك 1 2 3 4 5 6 7 هنا هتشتغل بها ازاي هنا ده السابع السادس الخامس وبعدين الرابع التالت التاني الاول 7S2 يبقى 7 عندك هنا S فيها اتنين الاكترون 6D1 يبقى هنا في D وفيها واحد وبعدين ال5F هتبدأ معاك هنا بواحد اكي اللي بعده هيبقى نفس الكلام هيشتغل ازاي 7S2 يبقى هنا فيه S وعندك الاكترونين 6D هنا فيها واحد وعندك ال5 هتبقى ال5F هنا وفيها كام فيها اتنين لو انت تلاحظ الجزئية دي متشابهة في الكل طب مين العنصر اللي هما شبهوا في الحتة دي عنصر الاكتينيام ولذلك سميت هذه العناصر باسم الاكتينيادات نسبة انها تشبه عنصر الاكتينيام في التوزيع الالكتروني وجميعها عناصر مشعة طب في ال D 7S يبقى انت بتتكلم في الدورة السبعة اللي قبلها كانت اللانسانيادات كانت اخرها 6S2 5D1 و 4F دي كده انت بتتكلم في الدورة السادس طب الاتنين دول لو تحطوا في الجدول الدوري في مكان الدورة السادس والدورة السبعة هتفاجأ بتعريض الجدول لذلك تم فصلهم الى اسفل الجدول لهذا السبب طب ده بالنسبة لي وصف العناصر في الجدول الدوري اسماءهم ايه توزيعاتهم ايه هنبدأ بانخش دلوقتي في بعض الفنيات الخاصة بكل فئة من فئات الجدول الدوري هنبدأ بيه العناصر المثالية ايه اللي بيماس العناصر المثالية غير تدرجوا الخواصة المنتظم عن باقي العناصر هناخد مثال معنا عشان نفهم الجزئية دي المثال بيقول انت حضر لك هتوزع السوديوم اني 11 طب لما تيجي توزعه هنوزعه مع بعض المستوى ده اكتمل فيه اتنين صح المستوى ده اكتمل فيه تمانية اللي هما اتنين مع الستة هل المستوى ده اكتمل لسه طب العنصر ده اني فئة هتقولي فئة اس يعني عنصر ايه يعني عنصر مثالي طب لو خلنا سيئال 17 والكتين وان اسي 2 تو اسي 2 تو بي سيكس سري اسي 2 سري بي فايف كويس بالنسبة لسري باي فايف احنا كده وصلت الفين وصلت ان اسري بي فايف بتاعك ده غير مكتمل طب ده اكتمل ده اكتمل ده لسه ما اكتملش يبقى انت عندك كده مستويين مكتملين ومستوى تاني مش مكتمل يبقى تتميز العناصر المثالية طبعا ده عناصر فيها اس ده عناصر فيها بيه جميع مستوياتها داخلية مكتملة مع عدد آخر مستوى معانا تليفون عبدالله من طنطة فضل عبدالله السلام عليكم عليكم السلام ازاك عبدالله انا كان عندي سؤالة مستر الكيميا في الدرس ده قول مع عدد العناصر في كل دورة من الدورات الستة الاولى في الجدول الدور الحديث تمام بس كده ايه بس كده حاضر يا عبدالله هناك نين تعال معايا عبدالله كده نبص على الجدول اللي احنا كنا نرسمينه من شوية بس عبدالله بالشكل اللي قدابك انت عندك الدورة الاولى فيه مين فيه هيدروجين وفي الاخر خالص عندك هنا الهيلية صح تمام يبقى كده دورة اولى خلصت يعني ايه دورة اولى خلصت يعني حضرتك دلوقتي لو جينا نفسي من اول ادي عنصرين فقط في الدورة الاولى اللي هم وان اس وان والوان اس تو ده الهيدروجين وده الهيلية كده دورة ايه الولى تمام تعالي في الدورة التانية الدورة التانية بتبدأ عندك من اين من اللي سيوم تلاتة اي لغاية النيون عشرة صح ايوة تمام عدي معايا ها دي سيم تلات بريليام اربعة بورون خمس ان سي ست ايو ان سابع وتمانية اف تسعة ان عش عدي كده عبدالله اه كده كم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة كم ها ما يا عبدالله لا كم عنصر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ست سبعة تمانية عبدالله اتصل بس نكمل سؤالك يا عبدالله يبقى كده الدورة التانية حضرتك بتتكلم في التمان عناصر كويس تعالي في الدورة التالتة في الدورة التالتة انت هتبدأ بمين هتبدأ بالسوديوم حداشر وهينتهي معاك بالارجون اتين اوكي برضه هتطلعوا تمانية واحد يقول لك طب يا باشا هنا في السري دي ما تمالاش هو فعلا السري دي ما بيبدأش معاك من الدورة التالتة السري دي بيبدأ معاك من الدورة الرابعة بعد المستوى فور اس وتبدأ معاك العناصر الانتقالية واضح يبقى انت عندك الدورة الاولى فيها عنصرين الدورة التانية فيها تمانية التالتة فيها تمانية لان المستوى السري دي يبدأ معاك في الامتلاء من الرابعة معايا طب تعالى بقى في الرابعة مين عندك عندك قبل الفور اس هنا اللي فيها اتنين دول فيه عندك فور اس 1 اللي هو البوتاسيو 19 والفور اس 2 اللي هو الكالسيوم 20 كده انت معاك عنصرين كمل معاك يبدأ المستوى دي من الدي واحد للدي عشرة كده انت معاك عشر عناصر يخش بعدها البي من البي واحد اللي بي ستة انت بتتكلم اجمع عندك الدين في الاس عشرة في الدي ستة في البي يبقى الجواب بتاعك هنا 18 عنصر بتتبش معاك الموضوع ده من اول الدورة الرابعة والخمسة والستة السبعة لم تكتمل حتى يومنا هذا السبعة طبيعيا ما اكتملتش يعني سبعة طبيعيا ما اكتملتش في عناصر يا عبد الله تسمى العناصر الطبيعية دول ربنا خلقهم في الطبيعة 92 عنصر في عناصر تانية بيتم تحضيرها صناعيا عن طريق تغيير عدد البروتونات من الداخل ودي بتسمى بيئة العناصر الصناعية ودي وصلت حاليا لعشرين عنصر بالنسبة لنا احنا الجدوى للدوري بتاعنا لغاية الدورة السبعة لم يكتمل حتى الان يبقى انت دلوقتي جواب سؤالك مرة تانية الدورة الاولى فيها اتنين التانية والتالتة فيهم تمانية واجهو لك اشمعنا تمانية المفروض التالتة فيها سري دي لا سري دي بيبلغ من تلاقه من الدورة الرابعة وبعدين الخمسة والستة نفس الكلام فيهم 18 عنصر شكرا لك عبد الله نكمل احنا كنا شغالين في ايه يبقى احنا دلوقتي اول نقطة بنتكلم فيها ان العناصر المثالية تتميز بامتلاء مستوياتها الفرعية فيما عدا اخر مستوى غير كامل دي اول نقطة طب ناخد عنصر من العناصر اللي هي الانتقالية الرئيسية اكي مثلا هناخد الاسكانديوم على سبيل المثال اسهلهم هنقول كالتالي عندنا هنا النواب تاعتك وهذه المستويات احنا بنقول 1S2 2S2 2B6 3S2 3B6 4S2 3D1 لو حطينا ده على الشكل قد الاس الاولى الاس والب التانية SB وD SB وD وF لو مشينا مع بعض الاولى 1S2 يبقى هنا 1 خد اتنين 2S2 2B6 3S2 3B6 4S2 3D1 لو تلاحظ المستوى ده والمستوى ده ما اكتملوش لسه فيه عندك سبل بلزو مستوى فرعية غير كامل المستوى ده الدفاع واحد قرردي غير كامل طب المستوين دول لا كاملين وبالتالي تتميز العناصر انت قال لي الرئيسية بايه بامتلاء مستوياتها الفرعية فيما عدا اخر مستوين رئيسيين غير كاملين طب مناخد تليفون معنا احمد بن الجيزة حماد هلو ايه السلام عليكم السلام يا حماد اه مجرور لحضرتك يا استاذ ان شاء الله منهج الكيميا هيتشرح على مدار الترم الاول بالزبط لا بالزبط احنا تكلمنا في الموضوع ده ومنهج الكيميا كبير فعلا على زي ما انت عايز اه حلقة واحدة في الاسبوع ما كانتش كافية لي وانا معاك بس احنا على قد ما نقدر هحاول للمهولك في الكرمي الاولاني كلها خلصولك ان شاء الله تلاشع ماشي جدك الله خايف الله يخلق اه ممكن اتعال حضرتك السؤال بيقول لي احدد فئة ونوع العناصر حيالة حيالة استنى تحديد الفئة وتحديد الموقع هيتشرح حالة اوكي اماشي اقول السؤال يعني ولا اقول اقول بعد كده احنجبولها بقى شوية فضل حاضر ايه 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 زينون زينون اه هالي كده سيكس اس تو ها اه اه اربعتاشر تمام فايف دي سيفن فايف دي سيفن فايف دي سيفن هاتلي بس اول واحد كده الله يخليك اول واحد فيه بالضبط اول عنصر انت قولته اه الزينون هو مزع هنا الاكرب بغزخة من اللي هو الزينون اللي هو اكس اي سواني 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 يعني انت دلوقتي اه مديني عنصر واحد بس اللي هو زينون تشايفني على التلفزيون الاول ولا ايوة شايفني بكتب ايه زينون وبعدين سيكس اس تو صح اه ايوة سيفن وبعدين فور اف و فورتين صح ايوة مضبوط هو ده اللي انت عايزه ايوة مضبوط حبيب ماشي حمد اوكي ماشي اشكرا طيب بالنسبة ليه السؤال بتاع احمد واحنا مررين عليه بسرعة كده هو بيقول لي عندك عنصر متوزع عن طريق الزينون اللي هو اربعة وخمسين سيكس اس تو فايف دي سيفن فور اف اربعة عشر بصي حمد رقم واحد اللي انسانيدات كلها سيكس اس تو فايف دي ون لا اساسي والفور اف بتاعتك اللي هتشتغل عليها من واحد الاربعتاشر بس شرط ايه هو ان الدي بتاعتك فيها واحد طب افرد انا عديت وماليت الاف الاربعتاشر ورجعت ماليت في الدي انا كده خرقت بر الاف نهائي بقى شغلك كله في الفايف دي هنا بمعنى ايه بمعنى ان انا لسه اساملك دلوقتي السلاسل انت قلي قلتلك هنا سري دي هنا فور دي هنا فايف دي سمينا دي فرست سيرز دي السلسلة الاولى ودي التانية ودي التالت انت كده العنصر بتاعك انت ها فين انت ها هنا في الفايف دي مدام انت ها في الفايف دي هذا العنصر سلسلة انتقالية تالت واضح يبقى سلسلة انتقالية تالتة وخلي بالي عناصر رئيسية واضح ده بالنسبة لسؤال احمد معانا احمد واحد تاني انا وسهلا ايو امد ايو باشر فضل ايو بايز مجا مستر انت عاوز تعليل بس اه فضل اه اه علل عناصر الفاة دي عناصر انتقالية تمام احنا خلت بالك من الصرح في اول الحلقة ايو هو حضرتك قلت او بس ما باينتوش او انا عاوز بس تحديدا يعني ممكن تحديده عاوزر يا حمد عاوزر اين ايو ماشي اه فيه تول كمان امستر خل اه اه فيه عناصر شزة وكده عاوز اعرف ايه هي والتوزاة الالكتروني بتاعها بس تمام ماشي حمد حاجة تاني لا تمام كده عمد طب يعني بقى ناجو شكرا عمد بس حبيبي بالنسبة لسؤالين بتوقع احمد السؤال الاول كان بيتكلم عن الفئة دي ليه سوميت بعناصر انت قولي الكلام ده احنا قلنا في اول الحلقة بنقول ايه انت عندك الدي هنا سي مثلا هنقول فيها خمس الكترونيات اوكي وانقول العنصر ده اكس انتفانا لو فقد الكترون يبقى ساعتها تحول الى بوزتيف ايه اللي هو مجاب واحد لانه فقد واحد طب لو فقد اتنين يبقى اكس بوزتيف اتنين طب لو فقد تلاتة اكس بوزتيف تلاتة ايه ده هممكن يفقد واحد او اتنين او تلاتة اه يبقى بينتقل من حال التأكسد وده نخده في اخر الفصل ده او نسميه من تكافؤ للتاني خلال التفاعل يعني مثلا في المعادلة دي لو انت لاحزت كده لو انت بصيت هنا هنا الف اي زيرو الف اي اللي طالع لك هنا ان شاء الله هتفاجئ ان هو بوزتيف سري طب في المركب اللي هو لما تيجي تدور على الف اي تكافؤ كام تكافؤ اتنين ايه ده يبقى الحديد كده ليه كم تكافؤ ليه اتنين يبقى بينتقل خلال التفاعل الكيميائي بتاعك من تكافؤ لاخر جميع عناصر الفئة دي بالمنظر ده اه لذلك سميات عناصر انتقالية لان جميع العناصر بده انتقل من تكافؤ لاخر اثناء التفاعل الكيميائي ده كان بالنسبة لأول سؤال طب السؤال التاني هلش يعمل عدولي تاني اللي تنسيت بصراحة ده بالنسبة لفئة دي نكمل شغلنا لغاية ما اعيد للسؤال التاني اللي فعلا العناصر اه الانتقالية اتكرت سؤالك تمام يا حمد اه التوزيع بنقول عليه الشيئ عندك عنصرين كروبيوم الواقع وشرين والكبر تونتينين دول المقررين عليك بالاضافة لعناصر الفئة اف طب ايه اللي بيحصل في العنصرين دول ده في حلقة سابقة احنا جاوبناهم بس اتعالي نجيبهم مرة تانية ده يتوزع 18 4S2 3D4 الD بتاعتك هنا فيها 4 حالات استقرار الD اتكلمنا فيها قبل كده يا ام دي سفر يا دي فايف يا دي تان يعني نصف امتلاء او امتلاء كامل طب الاس هنا لو انت حولت واحد لدي هيبقى توزيعك 4S1 3D5 كده انت معاك حالتين من حالات الاستقرار يبقى كده اكتر استقرارا من الحالة الاولى وده اول شزوز للتوزيع الالكتروني مع الكروم طب هل ده ينطبق على الكروم بس لا ينطبق على اي انصر ينتهي بالD اربعة بتحول واحد من الاس اللي جنبيه ديركت على شريبة دي خمسة اوكي هنا نفس حكاية في القبر في النحاس هنا ينتهي معاك ايه ارجون اتين هيبقى 4S2 3D9 فاضلك كم هنا وتبقى عشرة فاضلك واحد طب ما نحوله يبقى 4S1 3D10 اوكي طب هل ده ينطبق على القبر بس على النحاس بس لا اي عنصر اخره دي 9 وحلي دي كده عندك خد الفضة هي 47 حلا ويقول لي اخبارها ايه بالنسبة لعناصر الفئة F احنا اتفقنا 6S2 5D ياخد واحد والفور F بتاعتك من واحد الاربعتاشر عناصر الفئة عناصر الفئة لاكتيني دات 7S2 6D1 والفايف F من واحد الاربعتاشر خلاص ده بالنسبة لي السؤالين اللي كانوا معانا دلوقتي من احمد هنتابع بقى دلوقتي ممكن اهم جزء عندي النهاردة وهو تحديد موقع العناصر في الجدول الدوري يعني ايه تحديد موقع العناصر الجدول الدوري 18 مجموعة و 7 دورات يا ترى لما اديك عنصر واقول لك تعالى هو في انهي حتة انهي دورة في انهي مجموعة هتجيبها ازاي لينا 3 قواعد هنمشى عليهم لان حسب نوع العنصر بيتغير معانا القانون اللي هنشتغل به نبدأ اولا ب عناصر الفئة S وتحديد الموقع بتاعه اولا عناصر الفئة S لو تفتكرها في شكل الجدول كانت عاملة كده S1 و S2 دول خده جروب 2 وان ايه و جروب 2 ايه مجموعة اولا ايه والمجموعة 2 ايه تبدأ عناصر الفئة S يا ترى لو جالك عنصر فئة S ازاي تحدد موقعه في الجدول الدوري بس يا سي تحديد موقع عنصر في الفئة S رقم واحد ايه الخطوات بتاعتك توزيع الالكترونات ماشي اتنين رقم الدورة هو اكبر رقم لاخر S في التوزيع ثلاث رقم المجموعة يدل على عدد الالكترونات الاخيرة في التوزيع ناخد ناخد مثال وليكن الصدي N11 وزع هتقولي 1 S2 2 S2 2 B6 3 S1 اخر اخر حاجة عندك وزعتها هي دي كم دي 3 شكرا يبقى دي دورة 3 او بيسموها الدورة 3 كم هنا واحد يبقى مجموعة 1 A بس دي عناصر الفائس مثال تاني وليكن مثلا عندنا الكالسيوم 20 نبدأ الخطو رقم واحد توزيع هيبقى 1 S2 2 S2 2 B6 3 S2 3 B6 4 S2 هتتعامل هنا معها ازاي انا اللي هميني اخر حاجة ايدي دورة مجموعة الدورة الربع طيب مجموعة اخر الكام اتنين يبقى توئي ده بالنسبة لعناصر الفئة S ما فيهاش مشكلة بتوزع وبعد ما بتوزع بتبص عندك على اخر مستوى فرعي انت وزعت فيه هتلاقيه طبعا S عدد الكام الرئيسي اللي جنب ال S الاخيرة بيدل على رقم الدورة عدد الالكترونات الموجودة بيدل على رقم المجموعة تعالى نشوف عناصر الفئة B ودي اللي هيبدأ فيها وضع بعض القوانين اولا عناصر الفئة B قصتها ايه رقم واحد توزيع الكتروني اولا اتنين رقم الدورة زيها زي اللي فات اكبر رقم لعدد الكام بجانب ال S اخر S كمان ثلاثة بقى رقم المجموعة بتحدده العلاقة ايه N S 2 بلاصة ال N B اللي موجودة من واحد لكام لست ده الجديد معنا شوية طب نشتغل ناخد مثلا هنقول البورون 5 يبقى توزيعه 1 S 2 2 S 2 2 B 1 اخر اسم معايا هي دي خلاص يبقى الدورة التانية طب مجموعة كام دي هي نفسها دي ده معنى كلمة N و N اجمع لتنين دول يطلعولك تلاتة يبقى مجموعة سري ايه طب خد الحرف الالي لان انا بي عنصر مثالي واضح ناخد كمان C L 17 نشتغل توزيع هيبقى 1 S 2 2 S 2 2 B 6 3 S 2 3 B 5 هنشتغل ازاي ايه دي اخر اسم معايا اوكي يبقى دورة تالتة وانا مغمم طب التلاتة دي هي التلاتة دي ده معنى N و N اجمع خمسة واتنين سبعة يبقى مجموعة سبعية ده بنسبة لعناصر الفئة B يبقى كده قلنا عناصر الفئة S عناصر الفئة B تنتهي بقى اني حرف حرف ال A الكلام ده بنطبق معاك لغاية الجروب السبعتاشر او جروب 7A طبعا الجروب الاخير اللي هو الزيرس جروب او بيسمون مجموعة صفرية وده بيدوم الغازات الخاملة بالكامل مالهاش علاقة بالقاعدة دي اكي ناخد اهم حاجة بقى عندي النهاردة بالذات موضوع دي ازاي تحدد حضرتك عنصر انتقالي رئيسي دورة ومجموعة ونشوف القاعدة بتاعتنا تبقى ماشي هزاي عناصر الفئة دي ايه قصتها بوسيسي رقم الدورة ما اختلفناش فيه ايه هو اكبر رقم جانب اخر اس وبنقولها كده عدد الكم الاخير للاس مفوش مشكلة طب رقم المجموعة لا ده بنعمله بقى جدور كده تخلي بالك منه الجدور بيقول ايه اس بلاس الدي الان اس بلاس الان مينس وان الدي طب الان اس دايما فيها اتنين الدي هيبدأ من واحد لغاية عشر اوكي طب حصل الجامعة هيبقى ايه تعالا نشوف بص يا سيد الان اس تو الاس فيها اتنين اوكي طب افرد الدي فيها واحد مجموحهم كام هتقولي تلاتة طب افرد الدي كان فيها اتنين مجموحهم كده كام هتقولي اربعة ازا كان حصل الجامعة بتاعك تلاتة او اربعة او خمس او ست او سبعة مفاش مشكلة بالنسبة لك خالص هو ده رقم المجموعة وبتحط جنبيه حرف البي شميعنا حرف البي لان تتميز الى عناصر الانتقالية في الجدول بوجود حرف البي جنبها شانا ميزنا على عناصر المسالية واضح طب مثال ناخد مثلا اقرب واحد لان انا والاس كان دي مالو توزيعه هيبقى ارجون اتين فور اس تو سري دي وان دورة اربعة اجمع دول واحد واثنين تلاتة يبقى بجموعة سري بي اكي ده بالنسبة اذا كان حاصل الجامع بتاعك من تلاتة لسبعة طيب بالنسبة لو كان حاصل الجامع بتاعك كان بقى تمانية وتسعة وعشر ودي التركات اللي بتيجي في الامتحانات كتير قوي حاصل الجامع بتاعك تمانية وتسعة وعشر جروب مميزة تماما اسمها جروب ايت تمانية مالهاش حرفة حد طب هي تحطت ليه بجروب ايت او سمعت ليه بجروب ايت دي هتدرسة ان شاء الله في ثالثة سنوي دي مجموعة تبدأ من الحديد ورا الكوبلت ورا النيكل التلاتة كده واربعة متشفهيل جدا في الخواص فتم جمعهم في مجموعة واحدة سمعت بمجموعة ايت طب ناخد عنصر منهم كده ونشوف قصتك فيه ايه مثلا نقول لك ايه كوبلت سبعة وعشرين اوكي وزع هتقول لي ارجون اتين سريدي كامل هتقول لي سريدي سيفر ماشي يبقى دورة هتقول لي اربعة فيش مشكلة مجموعة هتجمع لتنين هتلعو لك تسعة لو انت بشيط على القاعدة اللي هنا تسعة هتقول لي مجموعة تسعة بي مفيش عندهم تسعة بي واضح طب هتعمل لي ساعتها هتقول لي سبعة واثنين تسعة تسعة موجودة هنا يبقى دي مجموعة تمنة يا مستر اوكي نفس الحكاية في النيكل اه نفس الكلام في النيكل وفيه الاير خلاص نيجي لو حصل جمع بتاعك بقى ايه حداشر واتناشر حداشر او اتناشر بنقول حسب عدد الالكترونات في المستوى اس وهتلاقيهم بالزبط وان بي و تو بي وهناخد مثالين عليهم اوكي نشوفها كده مع بعض هناخد مثلا عنصر النحاس سي يو تسعة وعشرين ده توزيعه ايه ارجون اتين فور اس تو سري دي ناين طب احنا نوقف على التوزيع ده قلنا لا قلنا انت عندك هنا استثناءات اللي الواحدة هيجي هنا واضح يبقى توزيعك هتشتغل علي فور اس وان سري دي دين دورة مجموعة دورة ربع مجموعة اجمع دول كم حداشر بس تقف هنا بقى مجموعة حداشر بص على الاس دي فيها كم هتقول لي فيها واحد يبقى جروبا بي اوكي مين تاني عندك عندك ازاي ثيرتي ارجون اتين فور اس تو سري دي تان دورة ربع مجموعة دي كم اربعة خلاص خلصنا منها الاس فيها كم هنا هتقول لي فيها اتنين هيبقى مجروب تو بي دا بنسبة لتحديد موقع العناصر في الجدول الدوري الحديث عناصر الفئة اس بقوانينها عناصر الفئة بي بقوانينها واخيرا عناصر الفئة دي طب حد لو سأل على الاف هل هيبقى ليها تحديد موقع لا هنبقى ليها تحديد بلوك فئة يعني هتديك العنصر وقول لك هل العنصر ده تبع أنهي الفئة من الفئات هل هو الانسانايدس هل هو اكتنايدس طب دي أخد مثال على الجزئية دي سي مثلا هقول لك عنصر اكس مالو اه سيتي زي ما كنا شغالين علي من شوية ده عبر عن توزيعه هيبقى زيلون 54 6 S2 5D1 طب ايجمع كده 2 54 كده 56 1 57 يبقى فاضل معاك الفور F كام 3 اجا اقول لك هو فانهي دورة هو اللي ماشي اخر اسا هي 6 اه يبقى الدورة 6 طب مجموعة لا ده مش مجموعة ده تقول لي لانسانايدس لانساني دات ليه لانه انتقى في الفور F يبقى هنا ما عندناكش مجموعات في الفور F والفايف F انت عندك فئة بتحددها طب اسألك انا بقى اسألول لك عندك عنصر انتهى سبن اسي تو سيكس دي تو فايف F وفورتين يا ترى العنصر ده نوعه ايه تعال انطبقات سبن اس سيكس دي كام دي يا حبيبي تو يبقى انت كده خرقت بره الاكتنايدس انت بره ليه لدي ليه يعني ان اي اكتنايدس سيبن اسي تو سيكس دي وان ببقى انك مليت الاف ورجعت كملت في الدي انت خرقت بره الاكتنايدس خالص بقى انت دخلت فين دلوقتي انت دخلت في السيكس دي طب في السيكس دي كان معانا من شوية الرسمة سري دي فور دي فايف دي سيكس دي دي كانت سلسلة اولى دي سلسلة تانية تالتة سلسلة ربعة من العناصر الرئيسية يبقى العنصر ده ايه سلسلة ربعة من العناصر الانتقالية الرئيسية اوكي وبكده يبقى هنا جزء كبير في وصف الجدور الدوري وتحديد المواقع بتاعته في تركمات كتير للجدور الدوري بالنسبة لنا ممكن تبدأ بجروب يبقى جروب واحد طب جروب ايه تبقى جروب اتنين طب لو انا عدتهم واحد اتنين هيطلعوا 18 مجموعة رئيسية و7 دورات افقية كده الدرس الاولاني في الفاصل التاني انتهى تماما هندخل مع بعض في الدرس التاني وعنوانه تدرج الخواص في الجدول الدوري ايه اللي هنتكلم عنه تدرج خواص العناصر في الجدول وهنبدأ مع بعض قبل ما نخش على موضوع التدرج هنعمل حاجة اسمها اساسيات يعني ايه اساسيات يعني اللي هنتكلم عنه اسناء الدرس ده بالكامل اساسه ايه هنبشي مع بعض كده هناخد الجروب دي اللي هي جروب وايه وهنشرح عليها هنا اتش واحد هنا ايه تلاتة اني ايه احداشر كي تسعتاشر ار بي سيرتي سيفن وراه السيزيام فيفتي فايف وفي الاخر الفرنسيوم ايتي سيفن بس هنستبعد الفرنسيوم من شغلنا لانه عنصر مشاهم تعالى نأسس واحد معناه ان انت عندك نواة فيها بروتون واحد وبيلف حواليها الكترون واحد اكي واتفقنا ان كده في ايه في جذب منين من النواة على الالكترون وان عشان كده بيلف ولما بيلف بيولد القوة الطرد ماشي خلينا دلوقتي في قوة الجذب حتى العنصر اللي بعضه كم؟ تلاتة يبقى انت عندك نواة فيها تلاتة بروتون اكي الليفل الاولاني بتاعك فيه كم الكترونز هتقول لي اتنين طب الليفل التاني هتقول لي واحد واضح؟ دول مرتبطين بقوة جذب مع النواة طب ده اخباره ايه؟ فيه جذب عليه ولا ما فيهش؟ اه طبعا فيه جذب عليه طب هل ده زي ده؟ بالطبع لا الجذب هنا اكتر بالجذب هنا لسببين؟ السبب الاول الباشر هنا قريب منين؟ من النواة دايركت متعرض لقوة الجذب مباشرة هنا ده ابعد ادي اول سبب السبب التاني بيشاركه في قوة التجاذب اتنين الالكترون وبالتالي بتقل قوة تأثير للنواة على الاستاذ دو تدي في الاخر واضح؟ تبان اكتر مع السوديوم طب ايه في السوديوم؟ هيبقى عندك في النواة جوة موجب حداشر وزع الليفل الاولاني هيبقى فيها نين الكترو اول مستوى التاني هيبقى فيه تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طبعا ده اسم التوضيح هم ترصصين بالشكل ده كل واحد اللي مداره وفي الاخر خالص في عندك هنا واحد لما نجي نشوف قوة الجزب هنا في جزب اوكي التمانية دول اخبارهم ايه في الجزب؟ اكيد مرتبطين بقوة جزب مع النواة اخبار ده ايه؟ في جزب؟ او في جزب هل التأثير عليه زي ده؟ او زي ده؟ لا طبعا اكيد كده وانت نازل بيقل ليه بيقل؟ عدد الالكترونات اللي بتحجب تأثير النواة على اخر الالكترون بدأ يزيد خلاص؟ طب الحل ايه؟ الحل اللي انت دلوقتي لازم تقفى مقاعدة الاساسية اللي نتكلم فيها ايه هي؟ من اين؟ من اعلى لأسفل ايه اللي بيحصل؟ تزداد مستويات الطاقة يزداد عدد الالكترونات التي تحجب تأثير النواة على الالكترون الأخير لذلك يزداد الحجم الزر لو انت تلاحظ لو اعتبرت ده ردياس نص قطر نص قطر انت نص قطر بتاعك عمل يزيد طول ما انت نازل يبقى من اعلى الاسفل في خلال المجموعات دايما اللي بيحصل تقل قوة الجذب المؤثرة للنواة وبالتالي يزداد الحجم الزر وقتنا خلص نشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية السلام عليكم